ولخياطة الفستان أبدأ بخياطة حفرة الأبط من الجهتين الأمامية والخلفية وضع طبقة الدانتيل على طبقة البطانة وأقوم بخياطة حفرة الأبط من الجهة الداخلية وبعد انتهيت من خياطة حفرة الأبط أقص الزائد وأترك مسافة قليلة من خط الخياطة بعدها أثبت طبقة الدانتيل على طبقة البطانة من الجوانب ومن الأعلى والأسفل للجهتين الأمامية والخلفية وبعد انتهيت من خياطة طبقة الدانتيل على طبقة البطانة أقوم بخياطة القصات من الجهتين الأمامية والخلفية اشتركوا في القناة وقبل نبدأ بخياطة القطع على الجانب الأيمن والجانب الأيسر وضعت لاصق على نصف قطعة الجانب الأيسر أقوم بخياطة جوانب القطعة من الجهتين الأمامية والخلفية وخياطة حفات قطعة الجانب الأيمن من الجهة الخلفية وليسهل علي تثبيت القطع على الفستان أثبت طبقة الدانتيل على طبقة البطانة من الحافة ولخياطة القطعة أحدد وسط الجهة الأمامية ولخياطة قطعة الجانب الأيسر أترك مسافة 3 سنتيمتر من طول القطعة لأجانب الأيمن وأثبت القطعة بالدنابيس من وسط الجهة الأمامية إلى حفرة الأبط وأترك مسافة من طول القطعة لأردان من أعلى الكتف وأثبت الجانب الآخر من القطعة بالدنابيس على وسط الجهة الخلفية بحيث أترك مسافة 2 سنتيمتر للخياطة من وسط الجهة الخلفية وأثبت القطعة على حافات الجهة الخلفية إلى حفرة الأبط ولتثبيت قطعة الجانب الأيمن بالدنابيس أثبت من وسط الجهة الخلفية بحيث أترك مسافة 2 سنتيمتر للخياطة إلى حفرة الأبط وأترك مسافة لأردان وأثبت الجهة الأمامية على القطعة من حفرة الأبط إلى وسط الجهة الأمامية وأثبت مسافة زيادة القطعة على 12 سنتيمتر على الجانب الأيسر بشكل مائل من وسط الجهة الأمامية إلى زاوية نهاية القطعة ترجمة نانسي قنقر وبعد انتهيت من خياطة القطعة وتنظيف ماء بماكنة الأوفر أقوم بخياطة الجوانب ولخياطة تنورة الفستان أبدأ بخياطة جوانب التنورة وخياطة وسط الجهة الخلفية بحيث أترك مسافة للسحاب بعدها أقوم بخياطة جوانب البطانة وبعد انتهيت من خياطة جوانب البطانة قمت بقص مسافة من وسط الجهة الخلفية للبطانة للسحاب وخياطة خسر البطانة على خسر طبقة الدانتيل الخارجية وبعد انتهيت من خياطة القسم العلوي والقسم السفلي اي تنورة الفستان أقوم بخياطة الفستان من الخسر وبعد انتهيت من خياطة الخسر وتنظيفه بماكنة الأوفر وخياطة نهاية الفستان بماكنة الأوفر بعدها أقوم بخياطة السحاب على وسط الجهة الخلفية وبعد انتهيت من خياطة السحاب ثبتت حافات جوانب القطع على حافات السحاب بأبرت الخياطة واقوم بتشكيل جوانب القطع بالفصوص وذوزعها بالتساوي على الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الجهة الأمامية والخلفية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة